السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم من جديد في القناة وفيديو جديد ووصفة جديدة على بركة الله سنحضر مع بعض حلوة بدون فرن مكونات بسيطة وطريقة جد بسيطة انتقلوا على بركة الله المقادير وطريقة تحضير سنحتاج على بركة الله علبة ونصف من البيسكوي المطحون استعملت هنا بيسكوي مارية علبة ونصف نطحنه مزيان عندي كمية اختيارية من اللوز اللي سلقته وقشرته وقليته وطحنته بهذه الطريقة قطع كبيره يكون مجروش فقط عندي علبة من الحليب المركز المحلى ماء الزهر قليل من القرفة ومعجون الطمر غنخلطه البسكوي بالحليب المركز المحلى الكمية تبقى على حسب حتي تجمع لنا البسكوي ويكون مثل العجين كنستمروا في الجمع البسكوي المطحون بالحليب المركز المحلى بهذا الشكل حتي يقول لي عندنا عجينة متماسكة اللي نقدروا نشكلها بهذا الشكل عندنا مئتان وخمسون جرام من عجين الطمر القليل من القرفة والقليل من ماء الزهر غنعجنوا هذ المكونات جيدا حتى نتحصلوا على عجين مع إضافة القليل من اللوز المجروش تبقى الكمية اختيارية غنجنوا المكونات بهذه الطريقة حتى تولي عندنا العجينة متماسكة بهذا الشكل غناخد البسكويت اللي جمعناه غنقسموه إلى قسمين متساويين غنصرح القسم الأول بهذا الشكل مع الاستيعانة بجوج بلاستيكات بهذا الشكل لأن العجينة كتكون كبتل الصق غير حاولوا معها شوية بشوية مع الاستيعانة بالبلاستيك حتى نتصرحها بهذا الشكل على شكل مربع ومستطيل هنا من بعد ما بسط عجينة البسكويت إلى مستطيلين وأيضا عجينة الطمر حاولت أني نبسطها على الشكل اللي غنبسط به البيسكويت كما هو موضح في الفيديو غد نحاول نسوي الأطراف ونبسط عجينة الطمر بشكل متساوي على عجينة البيسكويت بهذا الشكل مع الاستيعانة بالنشاب أو المدلك وقطعة البلاستيك ممكن أنكم ادهنوا العجين بالقليل من الزيت إلاجات العجينة كتلصق بزاف وما قدرتوش أنكم تصرحوها بسهولة استعنوا بالقليل من الزيت في هذه المرحلة هنوضح القطعة الأخرى من عجينة البيسكويت على قطعة العجينة الأخرى ديال الطمر بهذا الشكل وأنا كنغلف الطمر مع الاستيعانة دائما بالبلاستيك وبالمدلك بهذا الشكل هنسويه جيداً من بعد ما نكملو تسوية الجوانب بهذا الشكل هنخليو العاجين بعض الوقت باش تنشفلينا شوية حيث كتكون كتلصق بزاف من بعد ما كتدوز واحد نصف ساعة هنخليوه غير في المطبخ من بعد ما كتدوز نصف ساعة وكنحسو أن العجين شفات بعض الشيء غنبدو بتقطيع الحلوة ديالنا بهذا الشكل مع الاستيعانة بمستارة أو أي شيء في المطبخ باش نخرج القطع متساوية بهذا الشكل كما هو موضح باش نخرج القطع أنا هنا يتعمت أني ندير طبقات رقيقة كنفضل أنه تكون العجينة رقيقة بسمك رقيق اللي كتعجبو أن الحلوة تجي طبقات ديالها غليضة ممكن أنه يبسط العجين بسمك غليض ويخلي طبقة الطمر بطبقة غليضة في الوسط يعني يبقى للشكل على حسب الرغبة والاختيار غنزوق سطح الحلوة ديالي بشكلات الأسود اللي دوبته وضعته في هاد البلاستيك غنزوق بخطوط عشوائية بهات الشكل بيبقى تزيين اختياري يمكن الاستغناء عن شكلات الأسود ويمكن أنكم تزينو حسب الرغبة بأي شيء متوفر عندكم في البيت حنا من بعد ما نشفت لي شكلات الأسود اللي زينت بها الحلوة ديالي هنحاول أنني نقسم المربعات مع بعضها البعض هنحاول شوية بشوية لأن العجين كتكون ما زال كتلسق شوية والشكل ديالها كيكون بهات الشكل كتجي رائعة هنحاول مع القطع كاملة أنني نهزها وحدة بوحدة وغنخليوها في أي بلاتو نستفوها في بلاتو ونخليوها فقط على سطح المطبخ بش تنشف ويسهل علينا أنه نحتفظ بها في أي بوطة في التلاجة وهذا هو الشكل النهائي للحلوة ديالنا إن شاء الله تنال إعجابكم وتجربوها وشكرا لكم على زيارة القناة وعلى المشاهدة والموعد ديالنا إن شاء الله فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر